معظم البنات بحبوا يحكوا عن دعم المرأة بس بالحقيقة أفعالهم عكس اللي بيحكوه تماماً في حلقة اليوم رح نعرف شو يعني الحرب بين النساء وإذا فعلياً موجودة ولا لا ليش حرب النساء هي أكبر عائق بطريق تطورك وكيف ممكن نوقفها عشان تتخطي هالعائق الكبير وتوصل إلى أحسن شخص حاب تكوني أنا كنت من البنات اللي بيحكوا أنه أسوأ إشي بالحياة هم النساء وما في حداً حوالي ما عنده هالفكرة بس شفت بعيني قدش هالشي بنزلني لتحت وهلا كتير بحب النساء وبحب أساعدهم وأعطيهم وفي بنات حوالي سواء أصدقاء أو عائلة بيعطوني طاقة إيجابية وبدعموني وشفت قدش هالشي غير بشخصيتي ونظرتي بالحياة مرات بتكوني قاعدة مع مجموعة بنات وكل واحدة عم تحكي عن شي عملته أو طموحها بدل ما نكون فخرين ببعض بتلاقي التعليقات السلبية بدماغنا بتبلش تطلع ليش هي؟ هي أقل حضاً بستاهل أنا كان ممكن أعمل أحسن منها هاي العقلية عقلية المنافسة السلبية هي اللي عم تقتل طاقتنا الإيجابية وتوقفنا مكاننا وبدل ما نتقدم مننزل لتحت بمجرد مقارنتنا وأكيد بتلاحظي لما نيخطر ببالك هيك أفكار وما تحر بيها نفسيتك وطاقتك بعد هاي القاعدة بتدهول لواء الطويل وبتبلش تدققي بكل إشي مش عاجبك بحالك وحياتك وبتقلب إلى شخصية مرة اللي هي مو عاجبها أي إشي وبتنتقد كل حداً حواليها لو هالسيناريو مر عليكي من قبل لا تزالي من حالك ولا تتدايقي لأنه أنا عندي الحل كله ببلش بتغيير عقليتنا طريقة تفكيرنا باتجاه الموضوع أول شي لازم نعرفه إنه ليش عم نكون ضد بعض ليش بنحس إنه لازم نكون ضد بعض الصراحة جزء منه بيجي من التربية والمجتمع بنكبر ونحن بنسمع إنه البنات لازم يتنافسوا على كل شي يمكن مش بشكل مباشر لكن أكيد مية بالمية بشكل غير مباشر سواء الجمال لدراسة أو حتى العلاقات بنشوف فيه مسابقات جمال بالأفلام والمسلسلات أحلى ممثلة بتاخد كل شي منيح وبتكون أشطر حدا وهالشي بيكون فكرة بدماغنا اللاواعي إنه لازم أنا أكون أحسن حدا بس فيه مكان واحد لأحسن وحده وهاي البنات هي الأحلى والأذكى واللي عندها أحسن علاقات والأغنى وكل شي عندها منيح وإذا حسي إني ببالغ شوفي كيف الأفكار الأساسية بالدرامات هلا إنه البطلة بتمر بأسوأ إشي وكل حدا بيحاول يوقع فيها وحياتها ملخبطة وما فيها أي إشي منيح وقرنيها بعقلية معظم صحباتك اللي حواليك وشوفي كيف الفكرة الأساسية اللي تفكيرهم هي الحزن المكافحة وإنه ما في أي إشي ظابط وبطريقة غريبة هالشي عم يحترم أكتر وعم ينشاف كأنه أفضل شي ممكن يصير معي عشان أكون البطلة أنا الكوين والكل شخصيات ثانوية بالحياة الحقيقة إنه الكل بيفكر الضوء عليه وبس نشوف إنه فيه واحدة تانية عندها صفات حلوة مثلنا أو حتى أحسن دغري من الدايع الغيرة صارت جزء كتير كبير وأساسي من حياتنا بدنا نثبت إنه إحنا الأحسن بكل شي وللأسف هالشي بيوجد بيننا تنافس سلبي وها هي حرب النساء اللي بسببها كتير بنات بيرتكبوا أفعال كتير غلط عشان يحاولوا يكونوا أحسن حدا اللي بيخربوا حياة بنات تانين بكل شي سواء بالشغل أو العلاقات عشان يضلهم هم الأحسن أكيد مر عليك كتير قصص لبنات عملوا سحر لبنات تانين خربت على واحدة فرصة عمل أو حتى حكت عنها حكي مش مظبوط أو كانوا صحبات وأول ما بطلوا صحبات بلشت تحكي عن كل أسرارها معناته حرب النساء حقيقية وموجودة للأسف طب كيف ممكن هالشي يؤثر علينا؟ كيف ممكن الغيرة والمنافسة السلبية هاي يتأثر على حياتي؟ عادة عن إنه ممكن حدا يؤذيني ممكن واحدة مننا تكون أذت فحدة بحياتها بيسبب هالشي بس شو العائد السلبي؟ سبب المقارنة والغيرة هي عدم الثقة بالذات لا تردي عن ناس اللي بيحكولك هيك طبيعة البنات أكيد الغيرة جزء مننا كلنا بس في غيرة سلبية وفي غيرة إيجابية الإيجابية بتكون مثل إنك تغاري على بلدك على دينك عخواتك وإخوانك على زوجك وكلها أشياء عادية لكن بطريقة متوازنة بدون تكسير وسب وفي السلبية اللي هي بيجي منها محاولة أذية اللي حتى لو ما أذيتي حدا تأذي حالك بالمقارنات والاكتئاب اللي لما تطلع على حالك باللمراي ما بتكوني راضي باللي شايفتي اللي لما نتشوفي بنت تانية كتير حلوة بتحسي حالك إنك كتير قليلة وبتبلشي تكرهيها بدون سبب أو حتى بتبلشي تحسي حالك أقل منها وكله بدماغك هالشي بمنعنا إنه نوسى أبحاننا ونتطور واللي أهم عوامل التطور هي الثقة بالنفس وحب الذات مش المقارنة والكره والكآبة وحتى لو كنت من البنات اللي ما بيقارنوا وبتحب البنات التانيين وبتدعمهم بس لما نتشوف بنت عندها غيرة وحقد وحسد وبتحاول تخرج بتبلشي تكرهيها وتحكي عنها بطريقة مش منيحة الصح إنه تبعدي عنها وتشوفيها كطفلة صغيرة مجروحة بتحاول تحمي حالها بأي طريقة بهيك رح تمنعي قلبك من إنه يتدايع ويكره ويحقد ويخاف ورح تجملي الموقف بإنك ببساطة تتمني لها الخير والهداية وتمشي بطريقك بعيد عنها سواء أذتك أو ما أذتك وأكيد مو أصدق إنك ما تردي على حالك إذا حدا أزاكي أكيد بتردي بس بعدين بتمشي بعيد تماما عنها وبدون ما تحط بقلبك حب الثقر والانتقام لأنه فعليا ما بيساعدك نهائيا وفي مرات نحن بنفهم مواقف كتير بشكل كتير غلط عشان هيك لازم دايما نحط أعزار للناس وهالشي مش لقلهم لقلنا نحن لقلبنا لسلامته ولهداية دماغنا العقلية اللي لازم نتمناها هي في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أهم نقطة لازم نغيرها هي كيف بنشوف بعضنا يعني لما تشوفي بنت عم تنجح لازم تسألي نفسك شو اللي بقدر أتعلمه منها كيف ممكن ندعم بعض ونتعلم من تجارب بعض الدنيا مش صباق عشان واحدة تفوز والباقي يخسر كلنا بنقدر ننجح مع بعض والأحلى من هيك إنه تحبي لها الخير والنجاح اللي بيصير معها وما هيصير هالشي إلا لما انترضي بحالك وتعرفي وتآمني بالنصيب اللي كاتبه الله أنا ما بغير من البنات وما بشوف إن الحياة صباق معهم نهائيا لا لأنه عندي إيمان إنه اللي مكتوب إلي واللي إلي منيح الله مخبيه لي إياه ورح يعطيني إياه ما في أي وحدة رح تقدر تاخده مني ولا أنا رح أقدر أخذ منها أي إشي هي إلها قصتها الحلوة اللي أنا كتير بحبها وبدعمها فيها وأنا إلي قصة الحلوة وحياتي اللي كتير بحبها وعندي وبلائي الناس اللي بدعموني فيها هاي العقلية اللي لازم تكون بدماغك دايماً وإذا صار عندك هذا الإيمان بأله وبحالك اللي رح يصير لما تشوفي بنت تاني حلوة ما رح يخطر ببالك إنها أحلى منك وتحسي حالك أقل اللي رح يخطر ببالك واللي رح تحسيه جواتك إنه هي حلوة وأنا كمان حلوة نحنا التنتين عندنا جمالنا وشخصياتنا المختلفة وأنا كتير مبسوطة إلها إنها عندها شخصيتها الحلوة وعندها هذا الجمال اللي الله خلقها ورزقها فيه ونفس الإشي أنا أنت ما بتتخيلي قديش في ناس معجبة فيك وما بيحكولك اللي بتمنوا يكون عندهم ضحكتك أو زكائك اللي بتعلموا منك وبستنوا منك كلمة حلوة وإنت ما بتعرفي اللي معجبين فيكي وبكل إشي بتعمليه ليش بتقليلي بقيمة حالك وبتنزلي طاقتك وبتخليها سلبية كتير وبتعرفي شو الحلو بدعمنا لبعض لما تكوني واثقة بنفسك وتدعمي غيرك أنت كمان بتستفيدي الثقة بالنفس بتزيد وبيصير عندك حلفاء بدل ما يكون عندك منافسين البنات لما يتحدوا ويوقفوا مع بعض وبيوجدوا مجتمع قوي وهاي الوحدة بتفتح أبواب ما كنا نفكر إنها موجودة وإذا في بنات لساتهم بدهم يضلهم يحكوا على بعض ويتخانقوا مع بعض ويتمنى الشر لبعض بعد خمس سنين شوفي الفرق بين تطورك وتطورها شوفي الفرق بين نفسية وغير هيك الله برضو عنا وبيبارك لنا بكل شي بنعمله لأنه هاي هي أساسيات وتعليم المجتمع الإسلامي اللي ببني الوحدة والتعاون والحب مش غلط تاخدي هاي التعليم وتبقيها بحياتك وتشوفي كيف حياتك رح تقلب تماما طبعا هاي الصفات من صفات الطاقة الأنثوية اللي بتقلب حياتك تماما واللي بالحقيقة قبل ما أعرف شو هي ما كان عندي الإيمان بالعلاقات القوية بين البنات شوفي هاي الحلقة من هاتونز بلوك عشان تتعرفي أكتر عليها إذا عندك أي شي حاب تشاركي ممكن يساعدنا موضوع حرب النساء وكيف نتخطى شاركي بالكومنس أنا كتير مبسوطة إني جزء من رحلة التغيير تاتك ظلك مقامنة بأله وبحالك ورح أشوفك عن قريب بالحلقات الجاي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر